موسيقى مشاهدين الكرام يا هلا و مرحبا فيكم و نكمل باقي فقرات برنامجكم صباح العربي نرحب بضيفنا الأستاذ عبدالله حسين العيدي منسق فريق التصوير الجوي الكويتي و حديث عن ثقافة التصوير يعطيك العافية الله يعافيك يا هلا فيك سعيدة وجودك أستاذ طبعا نرى هذه الأيام الكثير من الشباب مقبل على التصوير و حاب هواية التصوير نستغل وجودك أيضا و حدثنا عن ثقافة التصوير و هل الآن أصبحت منتشرة بالمناظر طبعا نرى ساعة الروح مثلا مطاعم و الروح السوقة تلاقي ما شاء الله الشباب الكويتي مقبل و بدرجة كبيرة على هذه الهواية أهدل أول شيء في البداية أصبح عليكم بالخير و مشكوري على الأستاذة الطيبة و إن شاء الله أكون ضيف خيف عليكم في البداية تصوير الجوي الكويتي هما هوات تصوير جوي كان يحبون يشوفون الكويت بصورة جميلة من زوايا ما أحد كان يعلم فيها أقبل هذا الشباب على تصويرها و يعني من الشخص لا شاف صورة من فوق الشخص الثاني وده يجرب الهواية هذه من شاء الله عندنا تصويرنا بالكويت بشكل كبير يعني متوسع يعني بجميع الكاميرات ولكن لمن تي من ناحية الجوية يكون فيه غريب الواحد تكون فيه شغف أنه وده يتعلم و فعلا مثل ما تفضلت يعني أستاذ عبد الله الشغف هذا هو المشكلة نحن يعني أول كنا نشوف من محبيه التصوير دائما اللي هي الكاميرا العادية و يعني ما تكون يعني بشكل منتشر كثير لكن الآن قاعد نشوف ما شاء الله التصوير الجوي بدأ ينتشر عندنا حتى لناس ما كانوا عندهم هواية يعني ما كان عنده مثلا يعني أول مثلا كان عنده كاميرا وكان يطلع ويصور مثلا مناظر معينة وإن بدأ التصوير الجوي تلاقي خلاص صار عنده هذا الشغف وهذا وحب التصوير من خلال التصوير الجوي هذا الكلام شنو ميزات تصوير الجوي مثلا شنو يشد مثلا للشخص حتى أنه فعلا يعني يمارس هذه الهواية تصوير الجوي يعني أبتدي فيه كلامي يعني فيه ناس نهائيا مثل ما تفضلت ما تعرف نهائيا على الكاميرا فعلا ويمكن أنا شخصيا يعني أتكلم معاك ما كان لي شغف بالكاميرا بشكل عام ولكن كنت ما أخذها كهواية شفت التصوير معينة في عيني أعجبتني تعلمت بعض الأساسيات لتعديل الفيديو لا أحبيت الشغلة دشيت فيها تعمرت وهو مثل ما تقول بحر يجرك يعني بديت فيها بشي بسيط ولكن انتهيت فيها في فريق وأسسنا فريق ما شاء الله شباب يعني فيه وايد ناس تصور أرضي ولكن لما شاف الفيديو الجوي لجأ حتى الصورة الجوية مو شرط يعني تكلم كفيديو حتى الصورة الفوتوغرافية نفسها فيه وايد ناس مثلا ما شافت نفسها وما شافت لها مساحة كبيرة نتصور أبل أرضي كثر ما شافت لها مساحة نتصور جوي وهو تصور الجوية بشكل عام ممتع ترى أي جدا يعني الشيء اللي يحلم فيه شوه فوق يطير الطيعة طيب يعني ما شاء الله مثل ما قلت لك أنا في البداية قاعد نشوف إقبال يعني كثير من الشباب شرايك في هذا الإقبال وشرايك بالشباب نفسهم اللي قاعد الآن عندهم مثلا طائرة مثل هذه اللي قاعد نشوفها الآن قدامنا وقاعد يمارس هواية التصوير صحيح اللي هم مثلا على درجة عالية من يعني الثقافة في التصوير ولا يحتاجون مثلا دورات حتى فعلا يسقلون هذه الهواية نعم والله لا شك يعني الواحد يحتاج أن يطور نفسه الشباب مقبل كثير منه في الفترة الأخيرة انتشر بالمناسبة في مواد أيضا حاطها المخرجة وعلق عليهم إحادة نحن قاعد نتكلم عن تصوير الجو قاعد نشوف ما شاء الله المناظر فعلا متشد يعني المناظر هذه أخذت من عضاء الفريق مشاركوا فيها 18 شخص في هذا التصوير أرجع حق المحور اللي أتكلم فيه أن الشباب مقبل على الطيران الجوي أو التصوير عفوان الجوي بشكل كبير وملحوظ في الفترة الأخيرة دراجها في السوق يعني انتشر بشكل خيالي ولكن هنا نحن عاد دورنا كشباب كفريق نثقف الناس ونحاول يعني نبين لهم سلبيات وإيجابيات الطيارة هذه وكثر ما نقدر نبعدهم عن السلبيات طبعا نعم ممتاز يعني قاعد نشوفنا من خلال التصوير الآن لجدامنا طبعا هذا التصوير فريقهم نعم شب شخص مثلا قاعد يصور إن شاء الله والله هل يوجد صواحة كاميرا واحدة ولا كذا كاميرا عدد الأشخاص الفريقهم هم 18 شخص واللي موجودين 18 طيارة في هذا التصوير في هذا التصوير ولكن التصوير طبعا من طيارة واحدة نعم بس يعني مثلا كل لقطة مأخوذها من شخص مأخوذها أحسن اللقطات طبعا وشاركوا فيها 18 شخص في هاللقطة وفي منهم ناس اللي شاركوا حتى في الانتاج يعني في المونتاج مونتاز فريقهم اسم هوك هوك شنو معنا هوك هوك اللي هو هو ها و كويت هو هافرين وينغز أوف كويت الأجناح المحلقة للكويت اخترنا الاسم هو لو تقول هوك هو اسم طير نعم بالانجليزي وتفاصيل أحرفه فهو أجناحة محلقة للكويت فكان هذا شعارنا يعني كفرين الكويتي لتصوير الجو تصوير جميل والاسم جميل الله يسلم تسلم الله يسلم كنت الجميلة التي تشوفها في تفادي طيب أبيك تكلمني أيضا عن يمكن أيضا تكملة للسؤال اللي قبل شوية تكلمنا هل مثلا يحتاج الشخص أن يكون عنده دورات معينة حتى يلم أو يكون ملم بهذه الحواية ولا أنه ممكن أي شخص يحاول مثلا يبلى طيارة مثل هذه وكونترول معين وبالتالي يصور يعني أي شخص ممكن يمارس هذه اللواية والله لا بد أن الشخص اللي بيكون يطير طيارة لازم يكون هو عنده أساسا خلفي عن التطيير يتعلم شيء طيير قبل الله أن يصور لأنه هي آلة يعني وممكن هي ثقيلة ولا قد دغل إذا أساء استخدامها ممكن تأذي شخص ثاني في مشاكل حصلت في بعض الأعضاء فالحمد الله تفاديناها وتكلمنا معهم صحيح كذا كذا عندك تطير بهذه الأساليب ومن ثم تلجأ للتصوير اليوم نحن عندنا الناس ما شاء الله تقدر تطير وتقدر تصور بس ما قد تتجمع لثنين مع بعض اليوم الشخص إذا ندمج بالكاميرا وهو قاعد يطير فتصير مشكلة فيعني ممكن ينسى طيارته وينتوح لأنه عين على الكادر فحصلت معي أنا شخصيا مشاكل ولكن الحمد لله تفاديناها لغاية ما تطوعنا قمت لازم أكون أنا حريص على الناحيتين ناحية الصور ناحية الطيارة أنا ذكرت الموضوع في أحد الأصدقاء نفس يعني تقريبا في حدث صار نفس الكلام اللي أنت قاعد تقول لنا أيضا من هوات التصوير من هوات التصوير فاندمج في التصوير الظاهر أعتقد يا أن الشحن خلص وأنه مثلا راحت مسافة بعيدة بعيدة يعني متابع التصوير والتطيير في نفس الوقت أكيد أنا أيضا بس أليك سؤال هل التصوير في الليل مثلا بالنسبة للتصوير الجوي يختلف عن التصوير بالنهار أم لا نفس الشيء طبعا مثلا ما قاعد نشوف أيضا في الشاشة أحب أن نوه على شغلة بس بسيطة تفضل أن الكويت هي راوم واحد عالميا جماليتها في إضاءتها في الليل ما شاء الله في إنارة شوارحها من شمالها لجنوبها هي مضيئة فالديرة كما أنتم شايفين حين التلفزيون ما شاء الله يعني شيء جدا رهيب الكويت لما شفناها في الليل تختلف نهائيا نشوفنا الآن ما شاء الله شيء جميل سراح الكويت حلوة في وائد ناس ما كانت تعلم أن الكويت به الجمال هذا في ناس بره الكويت ما يدرون عن الكويت شلون صارة الكويت قديما يعني يعني يعرفونها ولكن شنو هي فيها من جديد أن يشوفون ناس من بره الكويت خليجيين من الجاليات العربية حتى في الدول الأوروبية نحن عندنا مشاركات بره لما نشرح لهم أن نحن قاعد نصور ونحن فريق كويت لتصوير الجوي فقالوا وروا نماذج كنا نوريهم الكويت فيستربون أن هذه الصحرة فيها جديد فالحمد لله طبعا هذا تصويركم نعم تصوير الفريق كامل فريق تصوير 18 شخص قلت لي 18 شخص طيب هل التصوير مثلا الجوي يختلف اختلاف كبير مثلا عن التصوير العادي أو لا مثلا مميزات خاصة تختلف عن التصوير العادي والله بصراحة يعني هو يختلف اختلاف كلي يعني لما أنت تكون تحت في الأرض تتصور زواياك يعني محدودة وصاليبك بالتصوير معروفة أما لما تكون تتصوير جوي هو أسلوب يختلف نهائيا عن اختلاف تصوير الأرضي اختلاف جذري يعني تتكلم عن شي طاير الهواء ما عندك زوايا محكمة يعني أنت طاير بالهواء يعني أنت تقدر تأخذ زوايتك ويم ما تبي ولكنني تعال ثقف عينك هالكلمة استند أخذها من أخوي مشاري النجم المصور كان يكلمني يقولي ثقف عينك أنت لما أنت صعد فوق تبتصور ما تصور أي شيء أنت لازم تثقف عينك وتعرف شنو الزاوية الصح اللي تبتأخذها يعني أنا شوف أنه يختلف اختلاف كل يعني يعني شي ثاني لما تكون أنت فوق غير عن اللي تحت طبعا وأيضا مثل ما قلنا يمكن في البداية يعني متعة التصوير الجوي يعني شيء جدا يعني عجيب أكيد أيضا أنا بكلمك عن نقطة أنت ذكرتها قبل شوي قلت إحنا نشارك في يعني في مناسبات خارجية أو تصوير مثلا برى الكويت نعم وين شاركهم بالضبط والله هو سافرنا إن شاء الله في دول كثيرة أعضاء فرق يعني شوف الآن دولة وين هذا نعم هذه حاليا في أستريا اللي هي النمسا نعم تصوير أخونا محمد القطان أصبح له بالخير في عندنا تصوير في أوروبا كثير منها البوسنا منها نمسا هل تعتبر يعني مسابقات ولا أنتم مثلا تشاركون بس لهواية التصوير هواية التصوير الجوي ولكن في المستقبل لا شك أننا راح يكون في لها مسابقات يعني محلية دولية لا شك في ذلك وإحنا عندنا التصوير هذي تكون جاهزة أغلب الشباب اللي سافر يعني إحنا كل من نحن يسافر معا كاميرا هاين هذه المالديف هذي في المالديف نعم آه ما شاء الله شوقنا تيبرو المالديف الله يسلم وهذه في تصوير طبعا إحنا أمسي على أختي إيمال عدساني إحنا معانا من ثمنتعش شخص من ضمنهم في أنصر نسائي أنصر نسائي وهذا تصويرها في تنزانيا بس ثمنتعش في أنصر نسائي واحد ما يصير ترى أنت وائد ضد المرأة هو إن شاء الله مستقبل هو الإقفال يعني نسائي على هواية شوي يعني مثل ما تقول صعبة شوي البنت يعني تتخوف من أنها تمسك شيء عالي تطير فوق بالهواء نعم هي سهل عليها التصوير ولكن إن شاء الله عليها تشجعت وكانت يانا وصورت ما شاء الله وبالعكس إن شاء الله إحنا الخير بقبال حياهم الله يعني بالفريق ما شاء الله طيب أنا يمكن قبل شوية تكلمنا عن أيضا تحت الهواء عن فيه مشاركات لكم خصوصا في المناسبات الوطنية نعم يمكنوا آخرها فيه مشاركة لكم بإستاذ جابر أعتقد نعم نحن إحنا هو إستاذ جابر إن شاء الله كان جدا شيء عجيب كان شيء جدا ممتاز يعني شيء يحسب لنا صراحة يعني كإنجاز إننا إحنا ساهمنا في تصوير جوي إستاذ جابر للأسف ما فدناكم بالمادة لأننا إحنا قاعدنا نحاول نرتمها خاشينا خاشينا هذا الشيء أكبر إن شاء الله حق العيد الوطني إن شاء الله جريبة مشاركاتنا دول محليا إحنا الفريق في البداية اجتمع على عمل وطني في شهر فبراير السابق قدمنا حق حضرة صاحب السمامي فريد الله يحفظه حق الثمانتاع الشخص عطى لقطاته حق الكويت بجمالية الكويت ونزلنا على قناتنا على اليوتيوب بعدها الفريق استمر في اجتماعات وقلنا يا جماعة هالفريق حالاته إنه يستمر ولا يوقف عندنا ما شاء الله ناس لها خبرة في المجالات التطوعية أو الفرق التطوعية نعم يعني رشدنا حق الطريج الصحيح قالوا اتخذوها بشكل رسمي وسجلنا فريقنا وإحنا كأول فريق تصوير جوي كويتي ممتاز أيضا بس لكم من خلال كلامك متى تأسس الفريق بالضبط يعني انت قلت في حقبة كانت قبل التسجيل اش كثر نعم تحديدا في شهر واحد اجتمع الفرق على هذا سنة يقدم في فبراير عام الوطني اعتمد الفريق من وزارة الشؤون كفريق تصوير جوي الكويتي هوك ممتاز طيب أنا سمعت يعني من خلال كلامك الآن أنه في عندكم قناة اليوتيوب في تعامل مثلا وتواصل من خلال شبكات التواصل تويتر تويتر انستجرام عدل انزين كلمنا عنه ايضا احنا في البداية أول ما انطلغنا انطلغنا في الانستجرام هو أكثر يعني انتشارا في السوشال ميديا نزلنا أفلامنا وفيديوهاتنا اللي احنا قاعد نسويها على خمس ساعة ثانية ولكن كنا محصورين بعدها أسسنا قناة على اليوتيوب وسميناها اللي هي الهو كويت تيم الأفلام تكون كاملة فصار الانستجرام وهو مثل ما تقول التويترال نعرضه حق الفيلم اللي رح يكون أساسا موجود في عفوا لتيوب ممتاز يعني تابعكم وتابعكم عن طريق التويتر والانستجرام فيشوف فيديوهاتنا تنزل أول بول إن شاء الله فيه على اليوتيوب نعم أنا قاعد نشوف طبعا الطيارة هذه ما شاء الله وأيضا ساد المشاهدين قاعد نشوفونها ودنا نتكلمنا عن الطيارة هذه شنو أجزائها مثلا وشن طريقة أني أنا مثلا أطيرها وأصور فيها نعم طبعا موديلات في العالم كثيرة ولكن هالموديل هو أتوقع هو سيرتي رغم واحد أن جوي هذه الطيارة الطيارة هذه فيها سنسر أرضي إذا ممكن تنزلها تجريب على الأرض ريول هذه تنزل وإذا كانت ترتفع ريولها ترتفع من نفسها بحيث أنها لا تتصدم أي شيء فيها جهاز الجي بي أس اللي هو الملاحة يحفظ مكانها في خطوط الطول والعرض في الكرة الأرضية يعني مثلا إذا تبضت على ارتفاع معين وهديت رموت تثبت الطيارة فيها أجهزة تقرأ حجم البطارية اللي فيها شكثر إذا تبيت خلص تعطيك ألارم أنا بأرجع مكاني أو إذا ضاع منها الإرسال ترجع باكتو هوم وفيها خاصية جدا مهمة ترجعه بروحك ترجع بروحك نعم مكان ما هي طلعت من عنده المنفس طيارة صاحبنا اللي طاحت إلا وطبعا فيها خاصية جدا مهمة أن أنت تعطيها قراءات بحيث أن إذا فصل الإرسال عنها تصعد الارتفاع معين تكون أنت أساسا محدد لقبل لا تطير إذا فصلت ترتفع بعيد على العماير وترجع على طول في مكانها ما شاء الله ما شاء الله طيب هل لها مدى معين يعني ولا والله هو حاليا المدى المكفول فيها يعني بحدود ارتفاع الـ 500 متر بمسافة 2 كيلو ولكن مفتوحة مو بين المدن أو بين العماير يعني نحن ما نبتعد أكثر لأننا نخاف من السيجنال ينقطع ولكن في العماكن المفتوحة مفتوحة الطيارة حديث شيق وياك الله يسر موضوع جدا لكن وصلنا وياك إلى الختام وكلمة أخيرة عندك أو نصائح تقدمها مثلا للشباب من هوات التصوير الجوي أختم كلامي في بداية كلامي أن الاستخدام الصحيح إحنا حملتنا أول حملة أطلقناها الفرق الكويتي للتصوير الجوي أن استخدمها صح استخدم الطيارة صح يعني ابتعد على أماكن الحساسة ابتعد عن الأماكن المشبوهة تعاون مع تعاون مع وزارة الداخلية تعاون مع الناس حاول تستأذن منهم كولك صداقة مع الناس طلع لكويتي بصورة جميلة واستخدمها صح نعم طبعا كل الشكر لك أخوي عبدالله حسين العيدي على وجودك ويانا وشرحك الوافي لهذه الهواية وإن شاء الله نلقاك في لقاءات أخرى بإذن الله